موسيقى 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 ديم شركتي في المؤتمر الدولي الأول مدن المستقبل في الجمهورية الجديدة رقمية ومستدامة بتاريخ 27 فبراير 2022 في المركز القومي اللي بحس البناء وكانت كلمتي عن تخطيط المدن الزكاية في عصر ما بعد كوفيد 19 أنا اسمعه مرر سليم متخصص في مجال البي اي ام ويعني قلت أسجل الكلمتين أعملها تاني بحس أنها يعني كان الوقت محدد فممكن يكون فيه كلام كبير أنا نشوفها احنا ممكن نسجلها دلوقتي وإن شاء الله يعني أسأل الله أن تقولنا كثيرة المعاني قليلة المباني وإن شاء الله صنعتها من حبة لمن طب إن هو لي ذلك القادر عليها نبدأ بإسم الله إن الأحداث العظيمة اللي بيمر بها العالم بيكون لها التأثير العظيم على الابتكار والتطوير فالحرب العالمية التانية مثلا نسجأ منها تطور كبير في صناعات الطاقة يعني رغم الحرب حاجة سيئة أو حاجة نتمنى إن ربنا يجنبنا الحروب وحاليا روسيا بتحاصر الكورانية ويعني نسأل الله أن الأمور تتم على الخير محدش يموت يعني وأيضا حرب اكتوبر نتج منها الاهتمام الكبير على مصدر العالم كله بالاستدامة والتاقة الشمسية نتيجة إن دول الخليج منعت تصدير البترول فبدأوا يحسوا بالمشكلة كومت 92 كان أثر واضح على تطور العالم في حاجة كترة جدا زي المدر الزكية أو أثر في مدر الزكية بس أثر مثلا الناس بدأت تهتم بموضوع الروبوت بحيث إن يداروا يستعملوها ويكون في تباعد الجرون بدأت توصل حاجات لأماكن عالية وبعيدة إنترنت الأشياء الناس بدأت تهتم بها ففي حال كثير جدا ما كانانش يعني ما بقولش إن هو اختراحها بس أصبح فيه اهتمام وفيه تطوير كبير جدا فيها كانت في حاجات موجودة بس لا أسعارها ما كانتش مناسبة فلما جابها الجائحة بدأ الناس يهتموا به المدن أصارت أصلا بصورة صناعية الأولى والتانية إن فيه مثلا صناعات موجودة وفيه مصانع وفيه ناس كثيرة تأصارت جدا وناس كثيرة بدأت تروح للصورة الصناعية وأصبح فيه زيادة سكانية رهيبة وهجرة الملايين من الريف للمدن أصر كبير وفيه كتاب الحمى والباء إن الحمى والوباء إن المدن تتوارج كثيرا عما كانت عليها في الماضي كانتشارة على المدن الأساس طورة صناعية مرتعا للعدوى والأمراض ولسيامة في لندن ونيويورك ولو حسنا حاجة غريبة جدا في كوفيد نانتين الناس كثيرة بدأت تهجر المدن وخصوصا في إيطاليا وفرنسا ودول الكثير في العالم مثل دول كان أكثر المدنتين ممكن الواحد اللي حسفهم الموضوع دوت بدأوا يهجر المدن باريس وروما ويروحها التجول للريف لفرصة إن انت تتعرض لحد مصاب أقلب كثير والمسافات اللي بينيه بين الناس أقلب كثير أدركوه بالفترة بتاعتهم احنا ممكن نحد نكلم فيها حسابيا ورقميا وإحصائيا لكن هما في فترتهم وصلوا للقصة دي وبدأوا يبعدوا عن المدن ويعتزلوا الناس ولو جنا نبص على فكرة إن المدن بيقعد حاليا فيها أكثر من لص سكان العالم وهي مراكز رئاسية لأنشطة القصادية عام 2019 كان حوالي 55% من سكان العالم يكيبونها في المدن والنسبة دي ممكن توصل ل 68% بحلول العام 2050 وفي المنطالة العربية في عام 2019 كانت نسبة سكان المدن لإجمال عدد السكان في المنطالة العربية 2019 كانت نتصل لسنة 50% وهي أعلى من المدنسة العالمية اللي إحنا لدينا أن نتواصل حضر السريع بيجعل المدن أكثر تعرضا للسلسلة من التحديات المتعلقة بالنمو والقدرة التنفسية والأداء وصوبل العيش بما في ذلك ضغوط مهتملة على الخدبات والبنية التحتية المدن أصبحت لا تكون ذكية يعني فيه شرط الضغف لكل الشروط اللي هي خاصة بالمدن الزكية اللي هو شرط إنها قادرة على تصدي وتقليل حجم الفيروسات والكوارث ففيه لالا مكي مديرة مركز تصميم الحضرية والصحة النفسية بتقول إن المدن لن تصبح مستدامة وقدرة على الصمود في وجه الجواح إلا إذا سمت من منظور صحية عام 2014 المصرة مصرة تلقت برنامج التخطيط والتصميم الحضري والسراتيجي هو برنامج مشترك بين وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية وزارة النقل وبرنامج الأول المتحدة الإنمائي يهدف إلى تحسين وإلهام ممارسات التخطيط الوطنية المتعلقة بالمرونة الحضرية وتخفيف مخاطر تغيير المريح بالإضافة لتحزيز مشاركة المجتمع المحلي في ممارسات التخطيط على المستوى التكافي طيب عشان نقسم تأثير لCOVID-19 هنقسم لأربع أخير القسم الأول على مستوى المبنى والقسم بعد كده على مستوى الحي بعد كده على مستوى المدينة بعد كده على مستوى الشبكة الحضرية طيب بالنسبة لي مستوى المباني لازمة كورونا نبهتنا إن فيه مشكلة كبيرة جدا في المباني إن المباني بتاعتنا ممكن تسبب لها في أمراض يعني إحنا لو عادنا في المباني بتاعنا مدة طويلة ممكن يجلنا أمراض لأن فيه متلازمة المباني المريضة الـ SPS طيب سبب المشكلة ديه إن إحنا معتمرين تماما على التبريد والتدفئة الصناعية والجهزة الكهربائية ديه نتيجة إيه في التصميم؟ نتيجة إن فيه بعض أنا مثلا قد تشغل في المباني ما كانش يقول لش الباك كل وجهات الزاز الوجهات متفسحش هوا شقوها عاموا شكله وشيء جدا ومنظره حلوة قوي لكن هو غير عملي ما تقدرش نعط فيه وهو يصمم إن المباني يبقى تيجي تنام فيه تقول ليه مش شغال تيجي تنام فيه هو مستوى دعا بشري لأن النظام الحياة المعصرة قائم على قضاء أوقات أطول خارجها عكس بيوت دمين بيت أبي الذي كل خطوة فيه أو كل حاجة أنه فيه له معنى ديه نحن نقول لنا مباني متلصة جنب بعض والمهم إن هو إيه يبيع ويخلص طيب لما نجي نبص على إن المباني يبقى لائك إن هتعيش فيها تلاقي في ثلاث شروط بسيطة جدا حق لكل إنسان التشميس الشمس والتهوية والإضاءة نفيش متوفرين تماما في المباني اللي هي القانونية أو الوغد التصريح أو البلد تبع الدولة أما الباني عشوية فأكيد ما فيهاش الشروط خالص ولا المواصفات دي فإحنا محتاجين إن إحنا نراجع مواصفات معايير هذه الشروط وزي إن المباني القديمة اللي عملها الفلاح المصري والعمل المصري فيها الشروط دي كلها طيب ناخدهم كده شرط شرط حتى نشوف هل الكلام دي صحي ولا بنحضر شرط التشميس لحظ إنه منعظم أو ضعيف في أغلب المساكن أو المباني رغم إن البيت اللي بتدخله الشمس اللي يدخله الطبيب وعشان نحايا الشرط ده لازم تكون واجهة من الواجهات على العالم واجهة في اتجاه الشروق أو غروب الشمس ويجب احترام عليها البنايات المتقابلة وفقها عادة عليها البناء أقل أو سوى عرض الطريق ما ينفعش يكون فيه أبراج وأنا سيكون جنبيون في الشمس محجوب عيني طول يوم لازم يكون فيه مسافات بحيث إن الشمس لازم تدخل للجار ودائما الحاجات الكتب والفق في الإسلام وضحت الموضوع ده إن شاء الله في التكاري حط الكتاب في وصف الفيديو أما بالنسبة لشرط الدهوية فأيضا ضعيفة في نسبة كبيرة من المساكن نتيجة الاعتباد على الدكيف ومشاكلة المباني العالية المباني العالية بشان فايفتفهش أبيك لأن الضغط والحباب والقصص دي كلها تبقاش التنفذ طبيعي مبقاش طبيعي مبقاش طبيعي مبقاش فيه مشاكل زي حد بيطلع جبل مثلا فبيبدأ يحس بالاختريق ودرات فيه مباني يعني واحد كيلومتر والدوية الطبيعية بتحقق بتاوسية فتحات البيت ونتوفر جميع مكونات البيت على زين الفتحات وبإضافة لشرط الإضافة هناك نخص في الإضافة الطبيعية وعليها واجب إضافة لإحترام العلو وتوفير بقه وخلفي وبالنسبة للمساكنات توفر على الوجهة واحدة واستعمال النافذ الكبيرة ذات الزجاجة المزداد كوصلية للعزل الطاقي والعزل الصبتي كمان نبهتنا قزمة كورونا إن حجم السكن هو مشكلة حقية فلازم ديه شرط رابع لعساس إن الأسر اللي موجودة في الحاجة الصحية ما تعنيش فيه شرط رابع لشروط السكن اللائق اللي هو المساحة محس يجب أن يكون المسكن صراحة عن القضاءات والمدة داخله دون شعور بالازحام والملل وأن يكون كافيا لمزاورة التبريد الرياضية والدراسة واللعب بالنسبة لأطفال يعني المبنى اللي ما ينفعش إن نحن نلعب فيه استغماية فده ما بقاش بيت لازم يبقى فيه إمكانية إن نحن نلعب فيه ده من حق أي طفل وقد ظهر خلال أزم الكورونا أن مساحة البنانات المحدودة هي العائق الأساسي اللي كانت تعمل بكل طاقتها ولذلك كان الحال الوحيد هو تخفيض عدد المستخدمين لها وزيادة عبد المصاعد في المباني المرتفعة بحيث إن نحن ما نضطرش إن نركب 4-5-6 ده راكم صغير إن نعلم في ساعة من وصل العشرين وبناية الدرجة أسلم أضافي للسكان نتفادي يتلامس مع الآخرين والاقتراب منهم خلال سعود السلم أو نزر منهم طيب ده بقى بالنسبة للمبنى لو نروحنا بقى المستوى الحي فمعلوم إنه في سابقة المدينة بتقسى من هذه التحيق كل حي كان فيه تمسك اجتمعي كان فيه مسلسل كده سوري اسمه باب الحارة وعمل منه مش عارف أجزاء كتيرة يعني يعني اللي احتلال في فرنساني دي منه هو احتلهم طبعا خلال نفسون يعني بس الفكرة كلها اللي أنا عايز أقولها إن فكرة إن انت كل مكان يبقى لي باب معين والناس تدخل منه وتخرج منه ده يعني بيخلي فيه ترابط إن الناس كل أعرف بعض والناس كلها إنما حاليا أنا معرفش حد مسلا في العمرة اللي أنا فيها للسنة الجديدة ما عرفش حد فهي دي كان من المزايا إن إحنا نقسم المدينة لأجزاء وحس إن إحنا وكل الجزء فيه المرافق الخاصة بيه والخدامات الخاصة بيه وده بيديها نوع من النوع الاستقلالية عن باقي أجزاء المدينة ده بقاش موجود في المدن الكبرى فعشان ده ده بيساعدنا إن إن نحن نضمن عنا من تشر العدوى ونحن نقدر نتواتر عليها وده إلا اللي عملية التنكر بالروسائل النكر المختلفة يعني لو كل واحد عاد في المنطقة بتاعت بصرينات هتلاقي إن الفيروس ظهر هنا ما ما انتهشتش بشروع عندما لو أنا مضطر عشان نخلص كل حاجة وعملية حاجة أو ضريف على كل الحاجات تضيع وقت وفلوس وانتقال الفيروسائية وحاجات دي كلها ولازم يكون في تشجيع المشي والدرجات الهوائية وسائل النقل للعين الادمية خلنا نحط الادمية دي طيب على مستوى المدينة إحنا لدينا في قزم الكورونا إن أكبر المشاكل هي العشوائيات وكسافة السكنية المرتفعة فلازم نحن نعمل على المحارب للبناء عشوائي ونحول العشوائيات دي لحاجات منظمة ونتحكم في الكسافة من خلال العمل على تعدد مركز المدينة بدل أن يكون المدينة مركز واحد ونشر بعض المرافق في أطراف المدينة كالمركبات الرياضية والجماعية نتوقع سوق المساحات الكبرى ويجب أن تحل المدينة بالمرونة الحضرية ومضعفة نسبة الأراضي غير المبنية دي مهم جدا نحن يبقى في مساحات واسعة غير مبنية ومعاملها كمسلا منتازة أو ناس تتماشى فيه بس هتفيدك جدا حصل أي مشكلة أن انت تقدر تحط مثلا المرضى أو تعمل المستشفى زي ما حصل في السيد شوفنا مسلا مستشفى بتبري بسرعة في مكان فاضي فده اللي حنت تتكلم فيه فحنا عايزين نخلي مساحة الأرض المبنية بحضور عشرين في المائة في مختلف أنحاء المدينة وعند يكون عن شكل المناطق الخضراء ومنتازات وحبول لزراعة الحضرية ده هيساهم كتير جدا في مواجهة الكوارس الطبيعية خصوصا الفائدانات وكذلك في جودة الهواء في ألفس جارسيا الخبير بالصحة العامة والمحاضر بكولية هارفض للتصميم بيقول إن احتمالات انتشار الأوباء تزداد في المناطق للتفتكر لمرافق الصرف الصحي أو المياه نصيفة فحنا عايزين نعمل مدينة يكون الأساس فيها أو الحجر الأساس فيها هو الإنسان يعيش فيها السكان ويكون في مشاركة مع المجتمع كبيرة جدا المدن الذكية عشان تكون ذكية لازم يكون فيه تشارك إن فيه برامج بيتبقى خاصة مثلا بكل مدينة لوحدها بيعملوا تصويت هل نعمل المشروع ده ولا لأ والناس كلها تقدر تتعاون إنها تطبيع الموبايل بيجيلك يقولك هنا معنا مثلا أربع مشاريع اختار ثلاثة منهم فتدوس تختار الثلاث مشاريع اللي انت شايفين هم الأهم دلوقتي هل نعمل مثلا المستشفى ولا نعمل مدرسة ولا نعمل جامعة ولا نعمل طريق دوت ولا ما نعملهوش فهتخيل إن انت اللي اختارت ايه المشروع اللي موجودة في بلدك بأسلود سهل جدا وبسيط طيب على مستوى الشبكة الحضرية يجب أن تترجع السياسة الحضرية داخل البلد الواحد عن خيار المدن العملاق والمدن الكبرى لأن صعب بالتحكم في انتشار الوباء داخلها عكس الكرة والمدن الصغيرة المتوسطة حتى خيار المدن الكوكبية أو تلك التي تنتشر في ضحية المدينة العملاقة المتروبلية هو خيار لا يبدي أيضا لأن نسبة كبيرة من ساكنيها تتنقل يومين المركز الكبير من أجل العمل أو الدراسة أو التبضل وبناء عن ذلك فإن الحل الاستراتيجي هو جعل الشبكة الحضرية تنتشر لتغطي أغلب التراب الوطني وبذلك سيكون هناك توزيع ديمغرافي متساوي نسبيا بين المدن داخل مختلف جهات الوطن الواحد وذلك لن يتم إلا بتوزيع عادل لفرص الترمية بين جهات الوطن ومن خلال منح أوافذ وتعملية للمكاولات التي تستثمر خارج الأقطاب الكبرى على سبيل المثال مدينة وهان اللي ظهر فيها الفيروس دي كانت من أكبر مدن كسفر السكان في وسط الصين وهذا مدينة نيويورك كانت أكثر مدن تضربة من فيروس كورونا المسجد دي من أشد المدن اكتزازا بسكان في الوطن المتحدة فهلازم نهج التصميم الحضري يدمن كل المعلومات التي تنتجها الجهزة الإلكترونية في نظام المعلومات الإقليمية وده هيتطلب رقمانية البلدان التي تنتج فيها من الدروس المهمة التي لدينا هي الوباء أن نعملين تصميم المودرة ودغطتها وتطويرها ستحتاج إلى أعطاء الأولويات للصحة العامة وتبني التكنولوجيات الرقمية لتقديم الرعاية الصحية وستحركها بشكل فعال وشمي أحسن المودرة الإزاكية هي للناس تختار الناتعيش فيها مش عشان هم تشغالين فيها لكن هم حابين أن هم تشغل فيها طيب إزاي نقدر نعمل كده؟ نحن نقدر نستفاد من التكنولوجيات المتقدمة لسيامة تكنولوجيات الصورة صناعية الرابعة يمكن أن تكافح المودة نجاح باستخدام أدوات غير مسبوقة لبناء بنية تحتية ثابتة وقوية لتحقيق القدرة على السمود فمثلا تكنولوجيات الذكاء الصناعي وإنترنت الأشياء والبيانات الضخمة والروبوتات المتقدمة والتكنولوجيا الحيوية والتباع سلسل الأبعاد والتكنولوجيا الملبوسة والتكنولوجيا الملبوسة والأميس المتصل بالنت والأميس نفسه المتصل بالنت دي يتوفر لنا أدوات الإلزامية لتوفير الطائفة واسعة من الحلول المحتمل لمكافحة الجوائح والتعامل مع أثرها الاجتماعية والاقتصادية ويمكن أن تكون الحلول الرقمية الزكية مهمة من خلال تطبيقات الادماجي الحضر فممكننا مثلا الهاتف المحمول وخدمات عبر الانترنت تضيح الجماعة المواطنين على الوصول بما في ذلك آنياً ولحظياً إلى بيانات المدينة المسموح السهدامة ولا تتم جمعها بمصادر مختلفة مع مراعات خصية البيانات وحسياتها كذلك تربط التكنولوجيات الجديدة النازمة بمصادر معلومات وفرص كتلك المتعلقة بالخدمات العامة والتدريب على المهارات والأسواق والأزعف والحكور تلك القرنية وعلى وعلى ذلك يمكن أن تؤثر زين تكنولوجيا خاصة تكنولوجيا المعروبات والاتصالات الحكم الرشيد وتعزل التعافيه مع المواطنين وترفع كفاءة الخدامات العامة من قد إلى فنائة المطاف لتحسين كدرة المدن على السمود والسلامة لكي أصعد استخدام الزكاية الصناعية والبنات الضخمة في التابة والأشخاص في العديد من البلدان المساهم في التقليل من انتشار العدوى فمسلا السلوطات 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 السلوطة عشان تجمع بيانات قانية على موقع الأشخاص اللي زهروا سوق وهان بقرة انتشار الجائحة وطبعا هتنتوصلها بكل الموبايلات المحمولة وسنعفور لأطلاق التطبيق اسمه Trust to gather لحد من انتشار والفيروس ويكون هذا التطبيق بتبادل إشارات بلوتوس قصيرة البسافة بين الهاتف المحمولة لاكتشاف المستخدمين للآخرين للتطبيق عندما كنا على المقربة بعضهم من بعض تتخزن البيانات اللي دي جمع معت مستعدة في الواطف المحمولة لمدة 20 يوم وزارة صحة زيل بقانية تحديد قامة التصال معين شخص مصابت ارسل لهم ورسائل تحسنين وبرضو الحكومات العربية استخدامت بعض التطبيقات وجهزة تدابة والمخالطين القامة على الموقع للدراسة للأفراد لتتصاباتهم والحد من احتكاكهم بالانترنت بين الآخرين مثل الحسن في الامارات العربية المتحدة واع في البحرين وتباعد وتوكلنا في المماركة العربية السعودية وكايتنا في المغرب واحتراز في قطر السين وبرطانيا استخدمت قاميرات حريع علية الدكة كما عزكاة السماعية مصممة على الزرق انتظارات في مسح الأماكن عن الأفراد المحتمل والسباطون واستخدمت الروبوتات في السين لتوصيل الأطعمة الاغرف المرضى واللمدادات الطبية داخل المستشفى لدابان التوصيل دون ترامس واستخدمت طائرات بدون طيار على نطاق واسع لدرش المعقمات في الأماكن العامة في أسبانيا وسين وهندرس ولتوصيل البكارة للحجر الصحي في استراليا ولتقييد حركة الموطنين في بعض البلد واستخدام التكنجية نظام تحديد المواقع العالمي باستخدام حرارة تفاعلية في ألمانيا وبريطانيا وبولندا وسنفوراسي تحديد المواقع وذي سلمنا بأن الأوبية ستصبح جزءا من حياتنا يرى جوهان والتجر من كلية الهندسة المعمرية والمدن بجامعة وستمنتصر إنهم لدرورة أن تكون المدن أكثر قدرة على اتخاذ الإجراءات العجلة لمواجهة الأزمات مثل أقامة مراكز صحية ومساكن موقعتها بسهولة وبسر وتخصيص مساحات في المدن لهذا الغرض الأفكار المدينة الزكية الصحية لتناغم مع أفكار التنمية المستدامة في كثير من النقاط مثل الحصول على المياه النظيفة ضروري لغسل اليداي المنتظام وللنمو الاقتصادي لإنشاء بنية تحتية للرعاية الصحية وتخطية المدن والصناعة والابتكار والبنية التحتية لدبان الوصول للإنترنت لجميع المجتمعات بحيث يكون إبلاغا للجميع وازن يمكننا ساعة التخفيف من حدة الأثار السلبية المدن والمجتمعات المستدامة حسماً لحد من التعرض للفرسات لأوليحكاً لازلنا عشولها فيه الأماكن المزحمة أو اللازلنا حصلنا على خدافة الثلاثين اللي عمل المناخي التعلق السراتيجيات تحسين جودة الهواء بالحاجة لمعالجة الظروف الصحية الموجودة مسبقاً مثل الأمراض غير المعادية تمت حدها كعامل رئيسي في حالات كوفيد الأكثر خطورة ودي أهم من النقاط الموجودة في خطة هشرين ثلاثين طيب التوصيات نحن نبدأ بفكرة واقعية عن المكان اللي عايزين نوصله فيه عدد كبير جداً من تعريفات المدن الزاكية مفيش تنين زي بعض فلازم يكون فيه وضوح للأهداف العمرانية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو أهدافك الأخرى بالتفصيل بيشتسم أو ممكن نخليها هواء أهدافك العمرانية والاجتماعية والاقتصادية وأهدافك الأخرى بالتفصيل ويكون فيه ميزانية وخطة للمشروع ولازم تاني حاجة يكون فيه بنية تحتية الشبكة خاصة بنا بالطريقة الصحيحة يكون فيه بنية تحتية ويكون فيه انترنت والسينجس مرتبط بيها قابل للتطوير والتحكم وآمن حسب التصميم دعفك اعتبرك أنك تبني الأساس لجميع تطبيقات الاتصال بين الحكومات ومن مواطن إلى مواطن ومن حكومة إلى شركة ومن مواطن إلى الدولة ومن آلة إلى شخصة ومن آلة إلى أخرى يجب تبني البيانات المفتوحة عن المرارسات الحكومية المفتوحة يمكن البيانات والمعلمات من الحكومة والمصادر الأخرى أن تساعد في حل القضايا المدنية وخلق أفاق اقتصادية جديدة يجب تحديد الحكوم والامتازات التي تأتي مع البيانات التي جمعتها ضع إدارة البيانات كطريقة لزيادة كلمة البيانات لكل من المنتجين والمصادرين هي كيف أن يكون المواطنون هما المبدعون والمهنسين المعمريون والحكام للتقنيات المصادرين في المدن ومرايك أمثلة من العالم على ذلك مثل مشاريع دي اي كود ودي اي سي اي دي اي اي ام في مدن كباشرونة وامستردام وهلسينكي حيث يلعب المواطنون دورا كبيرا في تصميم وإدارة البيانات والبيانات التحتها في المدن وقامت دي اي سي او دي اي على وجه التحديد بتجريب نمازج حكمها مثل السنوديك الاستمارية البانت يجب دمج المطالبات الزكية في تطوير البنية التحتية للموالقة من القطاع العام في قطاعات مثل النقل والرعية الصحية والامن والاضاءة والبيئة والطاقة والبناء والصلاة ركز على العام بنصب لك كم مسؤول بحكومي تأكد من معنات البنية التحتية يجب أن تكون لديك موالقة أو مبنية لسكنك وانا التطبيقات وانا التطبيقات الانترنت المتاحة للجميع اطلاق وتعزيز الجهود عبر المجالات التي تشمل صناعات وتطبيقات مثل النقل الزكي والطاقة الزكية وبرامج المنزل الزكي على سبيل المثال يجب أن تتوفر الاستراتيجية الشامية للتنقل الحضري تشمل السيارات والحافلات والكتارات يجب تحفيز البناء النظم البيئية وتعزيز الثقافة التعوانية يجب أن ننظر للصورة الأكبر لكن ابدأ صغيرا تحديد المعالم والمقاييس المناسبة للتطبيع تقدم مكاسر أداءكم بإنشاء إظهار المتعدد المعايير يجمع بين كميات الكمية والنوعية ومصمم خصيصا لهدف المحددة لمدينتك التواصل مع الآخرين ومستواصل مع السكان باستخدام بوابات المجتمع ومنصات التواصل الاجتماعي واطلعهم على التقدم البحرس من خلال جلسات الاتصال وسائل التواصل الاجتماعي أخيرا يبدو أن المدينة الزكية هي مدينة تستخدم تكنولوجيا للشراك المواطنين بكافية وتلبية احتياجها تيم في حجبة ما بعد الجائح يجب أن نعطي الأولوية للتدابير الرامية إلى معالجة عدد المتساوية والفجوات الرقمية يجب أن تترك العديد من الفقراء والمواطن الفقيرة ووراءهم يجب حماية خصوصية البيانات وشفاياتها تزمح المدينة أكثر زكية عندما يستخدم المواطنون والمجتمعات التكنولوجية المشاركة في إنشاء بيها يتم فيها حماية حكومة الرقمية ويجعل المواطنهم أكثر سلامة وأخيرا لقد علامتنا الأزمة أن المواطن يمكن أن تفكر وتشهر بصورة جماعية وفي هذه الأيام الطويلة التي نلتزم فيها بيبتنا أدركنا ربما الأول مرة أن المواطنة تنتوي على التزامات وحقوق واليوم في خدم مساء تاريخية فإنها ملتزام على الإطلاق وعادة التفكير في مستقبله شكرا لكم عمر سليم شكرا لكم